السلام عليكم شباب بريبوان ان شاء الله ان نرد ان نحلم مع بعض أكمالاتف تيست نمبر 2 اللي هو التل لسنتو في يونت 1 نمبر 1 بقولي تشوز the correct answer from those given نمبر 1 الابسليوت of negative 3 over 7.0 طب احنا عارفين طبعا ان الابسليوت بيخليلي الـ value negative دي دايما positive واحنا عارفين ان الـ positive greater than الزير يبقى اللي هي letter a اللي هي greater than نمبر 2 بقولي 4 over 7 or 3 over 5 طيب هنعملها ازاي دية طبعا ما هم different في النوميليتور والدميليتور بالطريقة المنزو الأكسي تريمز يعني 4 by 5 20 3 by 7 21 20 or 21 21 طبعا يبقى 3 over 5 اللي هي letter b نمبر 3 بقى عايزك تخلي بالك من السؤال بيقولك the number of integers lying between 7 over 3 and 11 over 6 عدد الاعداد الصحيحة الواقعة بين 7 over 3 and 11 over 6 انت عشان تعرف الـ numbers اللي بتوين 2 numbers لازم تخليهم have the same dominator فعشان that dominator هنا 6 عشان تخلي 3 6 هتبقى multiplied by 2 وده multiplied by 2 7 by 2 14 2 by 3 6 وده 11 over 6 فيه ما بينهم 12 over 6 وال13 over 6 بس هو عايز انتجر 12 over 6 equal 2 يبقى مفيش غير انتجر نمبر واحد فنختار letter b number 4 بيقولك the rational number x over 3 over negative 3 is a negative of x طبعا ده negative لازم النمراتور يبقى positive عشان positive over negative يدينا negative جميل يبقى x لازم تكون positive وعشان تكون positive لازم تكون greater than 0 number 2 بيقولك complete h of the following number 1 six tenses equal عايزها in the form of of a over b يعني في صورة a over b طيب هتبقى 6 over 10 بس عايزينها في simple list of form ما طبعا 6 divided by 2 equal 3 و 10 divided by 2 equal 5 number 2 بيقولك 1 over 4 greater than 0 greater than 1 over 8 complete by irrational number طيب احنا لازم يبقى هافزة نفس الفكرة فهنا هتبقى multiply it by 2 وهنا multiply it by 2 وهنا multiply it by 2 1 by 2 2 2 by 4 طبعا ما فيش حاجة ما بين 1 over 8 و 2 over 8 فلازم نعمل لهم forms مختلفة له نعملون scale فهناعمل multiply it by 2 هنا وهنا ونفس النظام 2 by 1 2 8 by 2 16 وهنا 2 by 2 4 8 by 2 16 ايه بقى اللي ما بين 2 over 16 و 4 over 16 هتلاقي 3 over 16 number 3 بيقولي is a required condition for 2x over x minus 4 to be a rational number is x not equal عشان دايكل rational number ال x ما فضناك منش كام احنا عرفين الدوميناتور ما ينفعش يكون 0 فالnegative 4 هتروح انك بالبزد يبقى x not equal to 4 number 4 بيقولي is a number of integers lying between 4 over 5 and 7 over 5 خلي بالك بيقولك ليه الانتجر طيب في 5 over 5 و 6 over 5 فهو الانتجر يبقى 5 over 5 هكتبها 5 over 5 لا هكتبها 1 number 3 بيقولي find the 2 rational numbers lying between 1 over 5 and 25 hundreds 1 over 5 5 and 25 hundreds which is here 25 over 100 25 over 100 احنا بقى 2 rational numbers ما بينهم لازم اخليهم هافظة السم دوميناتور عشان اخلي دي دوميناتور 100 يبقى هنا multiplied by 20 و هنا multiplied by 20 5 multiplied by 20 يبقى 100 1 by 20 20 يبقى 20 over 100 و 25 over 100 يبقى ما بينهم 21 over 100 22 over 100 23 over 100 و لحد 24 over 100 number 4 بيقولي find the 3 rational numbers lying between 5 over 4 and 2 over 3 such that one of them is integer لازم واحد فيهم يكون صحيح طيب هو عايز 5 over 4 و 2 over 3 طبعا نعمل نعمل factorization 4 3 divided by 3 equal 1 4 divided by 2 equal 2 2 divided by 2 equal 1 3 multiplied by 2 multiplied by 2 equal 12 يبقى هنا 12 و هنا 12 12 divided by 4 3 3 by 5 15 12 divided by 3 4 4 by 2 8 يبقى 9 over 12 10 over 12 هو عايز كام number 3 يبقى هنقول 11 كمان بس هو عايز منهم واحد انتجر يبقى 12 over 12 12 over 12 equal 1 هو ده الانتجر وبكده يكون انتهاء اختبار او accumulative test number 2 نلتقي ان شاء الله في accumulative test number 3 طبعا لا تنساش التواصل على الكامورات السابق عشان استفسار اي session online حابب تحضرها اي حاجة حابب تستفسر عنها اسعار session online هتصار قدامك دلوقتي او هتكون ظهرت اسعار فمتناول الجميع اتمنى تكون تستفدتم من الفيديو ده يا شباب ولو فيه اي commenter اصبو لي في الكمنت ستاح عشان نطورها في testes اللي جاء ان شاء الله والتوفيق يا شباب وشكرا السلام عليكم اشتركوا في القناة